موسيقى أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل شكرا لشافكي لنا ولزميل أحمد ورحب بضيفي دكتور محمد المصري الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية أهلا بك دكتور أهلا بك سيد تابعنا كما تابع العالم أجمع كل تفاصيل العدوان المجرم على أبناء شعبنا في قطاع غزة وأنحاء كل أنحاء بلادنا فلسطين لكن هذه الحرب تستادف غزة على نحو خاص هناك شقين في هذا الحوار أود أن أصلت الضوء عليهم الجهد المحموم الذي يواصل الرئيس أبو مازن في سبيل لجب هذه الحرب والحد من تداعياتها وهو يتعرض لضغوط هائلة للأسف الشديد الإعلام الغربي وبعض الإعلام نقولها بعض الإعلام الأقليمي السيدي ينكر عليه هذا الدور الطليعي وهو العارف بشؤون المنطقة عارف بخبايا النوايا الإسرائيلية وهو الخبير والمتخصص في هذا الشان وهو من حق أن يذود عن شعبي هذا دور الوطني والأخلاقي والقسم الثاني من هذا الحوار أود أن أفرده للإسناد الجماهيري العربي هذا الاندفاع العفوي باتجاه بلادنا فلسطين في العراق مظاهرات حاشدة في مصر مظاهرات ضخمة في الأردن السيول هائلة من البشر في اليمن في الجزائر في كل أرجاء الوطن العربي بصراحة بداية بدي تضعنا ربما مقرب من المسألة ضعني في حقيقة الجهد المحموم الجهد الدبلوماسي الناضج والواعي الذي يقود الرئيس أبو مازن للجم هذا الوضوان شوف يعني سيد الرئيس أولا يعني مطلع على الحركة الصيونية تاريخيا والدكتورات تعطب الحركة الصيونية وهذه طبيعة المشاريع التي تحاك في المنطق وواكب كل رؤساء المنطقة وملوكها وامراءها وهو يعرفهم فردا وبنفس الوقت يعني معاناة شعبنا وتاريخ شعبنا هو يروي دائما بشكله بطريقة الخاصة له رواية خاصة أو طريقة سرديلة روايةها بطريقة خاصة مختلفة ودائما في الأمم المتحدة يعبر عن هذا الموضوع بشكل واضح والكثير من الناس الذين لا يعرفون يعني طبيعة الأمور دواقل ما يحاق ضد الشعب الفلسطيني قد يكون يأقض على الرئيس ذلك ولكن هو دائما يبحث عن السبل الصحيحة والتي تعطينا الشرعية الدولية وتمكننا من وقوف أمام هذه الهجمة من خلال الغطاء نحن جزء من الشرعية الدولية ونحن جزء من أمتنا العربية ودون عمقنا العربي لا نعتقد أنه نستطيع نواجه الهجمة الصيونية في المنطقة ما حصل الأيام الأخيرة كان الرئيس يتنبأ له وقال بشكل واضح أنه نحن في قطر والمنطقة في قطر وواهم من يعتقد بأنه ممكن أن يكون استقرار في المنطقة دون ما أن يحصل الشعب الفلسطيني حققه هذا مقال في الأمم التحدي في قطاب الأخير وختم جملة تعطوب بشكل واضح يعني يرونها بعيدة ونرها قريبة وهي طمن شعبه بأنه مزيد من الصبر مزيد من العطاء وممكن إحنا اقتربنا ليس بعيدا علينا الأمور ما حصلت 7 أكتوبر كان يوم تاريخي بصراحة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا العمل كان نوع من التعري وفضح لهذا الجهد الكبير وهذا الجيش الذي يقيف كل المنطقة مقاتلين فلسطين أوقع كل الخسائر فيه ولكن هذا ضرب للمنظومة الأمنية والاستراتيجية حتى والعسكرية وتدرس في المدارس العسكرية فيما بعد قال الرئيس بشكل واضح منذ اليوم الأول بأنه حق شعبنا الدفاع عن نفسه نحن يجب أن نرى طبيعة الظلم الذي وقع علينا 75 عام ولا نرى هذا الحدث إلا بصياقه التاريخي ولذلك هو أذكر أنه دائما هناك فيه مظلم الشعب الفلسطيني وأنا أذكر الجميع بأنه كان هناك اعتداءات على المسجد الأقصى وعلى الحرام الإبراهيمي وعلى كالنستلمة هذه مقدساتنا مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وإعدامات في الشوارع وتطول بن قفير وشرطة على سجنائنا حتى في أسرائنا حتى بداخل الزنازين يعني تم الاعتداء عليهم وتم الاعتداء على حرائرنا بالخليل وقلعهم لابسهم أمام أبنائهم وأطفالهم هذا الذي يرأس حكومة الإجرام الداعشية اليهودية وليس الداعشية الفلسطينية الداعشية اليهودية هو رفع خرطة دولة الاحتلال دون وجود ذكر لأي حتى مدينة فلسطينية حتى في الضفة الفلسطينية هذا الغليان أدى ما أدى إليه هذا العمل لذلك قال الرئيس من حقنا ندفع عن نفسنا قضية تعام بالذوب اليوم صارت العملية في الحرب التي شنت بعد تشكيل حكومة حرب في إسرائيل شنت الحرب على قطع غزة هؤلاء جزء من شعبنا الفلسطيني جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني لذلك من حق الشعب الفلسطيني ويجب رئيس دولة فلسطين أن يحمي شعبه أن يذهب لكل العالم ويلتقي مع كل رؤساء العالم مع كل الدول الفاعلة في المنطقة كي يوقف هذه الحرب الإجرامية التي تحاكي اليوم وتستخدم كل آلات الحربية إن كان دولة استعمارية أو دولة الاحتلال ضد شعبنا فلسطين في قطع غزة يجب أن يوقف حمام الدم ولذلك هذا هو واجب القيادة القيادة الحكيمة التي تفعل كل الجهد من أجل حماية الشعب والرئيس يفعل ذلك لكن ذلك الذي ينتظرنا خطير جدا ملامح التصرف الإسرائيلي يقول بذلك وأكثر وكما قلت من واجب الرئيس وهو الذي يتعرض بحجم العدوان هناك ضغوط تمارس على الرئيس أبو مازين ربما قليلون يدركون هذه الحقيقة طيب بدي أجي أنا على السير الجارف من الأدميين من البشر اللي ملأوا شوارع العواصم العرب ملأوا الدنيا ضجيج غاضب ما زال بإمكان الفلسطين الرهان نكون لنكون منطقيين ووقعيين نحن نقدر عاليا هذا أنا على المستوى الشخصي هذا رهان رهاني الأكيد هذه الجماهير لكن نحكي بشكلام من وجهة نظرك كباحث في الشؤون الأمنية والسياسية لازال هذا رهان ممكنا دكتور ومجديا؟ شوفوا في المحطات الصعبة في حينما تتعرض القضية لتهديدات ومخاطر بعض الحجم طرد من ينصرك في الشارع العربي هذا الشارع العربي الذي تربطنا في أواصر القوة والمحبة والدم والثقافة والتاريخ والحضارة وأنت تعلم بذلك كثيرا أنا أعتقد بأن هذه الجريبة التي ترتكب في حق شعبنا وخاصة أنه بعد تدقلة المتحدة الأمريكية بشكل سافر ويحضر رئيس الدبلوماسي الأكبر دولي في العالم ويقدم نفسه أنا ليس وزير خارجي أنا يهودي وهذا اللفظ العنصري قد يكون استفز كل مشاعر العربة والإسلام الجانب الآخر أنه الانحياز الكامل بدأ أربع دول استعمارية كان إيطاليا وألمانيا وفرنسيا وبريطانيا وعراء أسفل المتحدة الأمريكية تحجد أساطيلها في البحر وحاملة الطرار ضد منطقة 360 كيلو متر مربع في 2 مليون تقريبا 300 ألف نسمة هذا العنف الموجود طبعا هذه هجمة ليست ضد الغزة هذا يدام كل الشعب الفلسطيني يعني عندنا 58 شهيد نحن في أربع خمسة أيام في الضفة الفلسطينية طب ما هم هؤلاء الشباب أطفالنا يعني 13 16 17 بيعدموا في الشارع أنا أعتقد هذه العنجائية لدى الدورة الاحتلال والتي وهين جيشة الآن يعبروا عن غضبه وانفعاله وانتقامه من الشعب الفلسطيني كله لذلك في هناك مخاطر على القضية واستدرقت القيادة بأن القضية ليست قضية غزة وليس قضية حماس وليس قضية مجموعة مسلحة أو لا القضية قضية شعب فلسطيني وبالتالي مآلات الحرب سيخرج عنها أشياء كثيرة من ضمن هندسة المنطقة كي تستوعب مشاهيع على حساب الشعب الفلسطيني كيف يمكن للجماهير العربية أن تفشل هذه النوايا من هون كان تدخل الجماهير العربي بإحساس العفوي أن قضية فلسطين المركزية معرضة للخطر وبالتالي يجب أن يقفوا إلى جانبها ورأينا جماهير بصراحة في كل المنطقة العربية حتى دول إسلامية ذهبت فيها ذلك أولا في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي الأردن وكثير في دول عالم في تركيا خرجت حتى في شيكاغو وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك مظاهرة يهودية تقول أن هذه الدولة العنصرية لا تمثلنا في هجمتها على قطاع غزة هل هذا كان فعل بسيط؟ لا هذا كان فعل لأنك أنت كنت ضمن منظومة العالم منظومة الشرعية الدولية هذا قائم على الدبلوماسية التي خادصت رئيس وزاة خارجية طبعا والقائد الفلسطيني التي تواصل مع المجتمع الدولي نحن لسنا معزولين عن المجتمع الدولي فعالية القيادة على صعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والتقديم روايتنا بشكل واضح طوال السنوات الماضية الآن نجبي هذا الثمن من خلال الشارع وتضامن الدولة معنا لذلك تراجعت الرواية الصهيونية والآن عاد بلينكين مضروبا على قفاة زي ما بقوله بالعامية بعد ملتق مع القيادات العربية قالت له إحنا لا نسمح بتنجير الفلسطينيين ولجب أن تفتح الممارات الآمنة وفق الحصى عن قطاع غزة وهذا الموقف الفلسطيني الذي كان دائما يروج له السيد الرئيس والمنظومة السياسية الكاملة مع بعضها البعض هذا الاندفاع الجماهيري في كل حواضر العرب دكتور قادته عقيدته وقادته عربته الثقافية صحيح اليوم هذا الاندفاع أي هاجس من وجهة نظرك يشكله في وعي النقيد في وعي الإسرائيلي المتربس بنا وبوعينا وبمقولتنا وبكل ما نملك من حق تاريخي شوف نتنياهو بالتأكيد يعني طوال الفترة الماضية كان يروج لقصة أخرى مختلفة أنه يستطيع أن يقيم علاقات سلام مع الدول المنطقة العربية بعيدا عن الشعب الفلسطيني ويستطيع أن يحل كل مشاكل المنطقة واستقرها بعيدا عن الشعب الفلسطيني أغفل الدور الطليعي للجماعير العربية ولذلك كان يعتقد أنه يمكن شكل منظومة أمنية يقولها إسرائيل مع بعض الدول العربية ويعمل ناتو عربي ويعمل كل الأمسر خلفنا وبالتالي الدول المنطقة إن كان إسلامية أو عربية الآن بتعيد ترتيب أمورها وتموضحها وتحالفتها بساسة تحمل أمن واستقرها بعيدا عن دور الاحتلال وإذا بيعتقد بأن كل هذه الجماعير العربية الآن ما هي صدمته وأعتقد الصدمة الداخلية في دول الاحتلال هو نتاج تأثير هذا الحدث وحصار قدعزي على شعوبنا العربية هو كان يعتقد الآن بتم الاستفراد بالشعب الفلسطيني وبعد ذلك برحلهم بهجرهم ونكبة جديدة وأنا أعتقد السيد الرئيس كان دائما يقول إحنا تكبنا بالـ 48 لن نكرر هذه النكبة مرة أخرى هون دور القيادة الحكيمة التي تتخذ القرارات السياسية الصحيحة في ظل الدغوطات كلها دغوطات العالم كلها بما في المتحد الأمريكي الفرنسيين البريطانيين بطء العملية دربالكم افتح الطرقات والآن وأنا قادم معك يعني حتى معبر رفح مقفل من قبل الجهات المصرية بمعنى إخواننا نشكرهم لذلك لما بيجتمع مدلس الأمن القومي المصري ويقول أن هذا العمل هو ضد الأمن القومي المصري لما بيكون جلالة الملك في بريطانيا يلف الأوروبا لكي يؤكد على موقف الفلسطيني جلالة الملك عطلت طبعا وأعتقد كمان السعوديين بارح ردك والعراق 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 وكان عراق موقف مشرف حكومة وبرلمان وشعبيا لذلك رأينا هذه المسيرات وهذا الموقف اللي كتير في الأردن العراق مصر أقول لك السعودية حتى بالخليج هناك في رأي عام وننساس تونس والمغرب العربي بمعنى ما رأيناه بالأمس من يعني أمواج من شعبنا العربي ينزل بالشوارع له يعبن عن موقفه التضامن مع الشعبنا الفلسطيني أود أن أشهرك جزيلا شكر دكتور محمد المصري الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية أن كنت ضيفي في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لكم مشاهدين الكرام قبل الختام باسمي باسم شعبي الفلسطيني من هذا المكان من هنا من قلب فلسطين النابط بالحب بالحياة بالحرية بكل المعاني الجميلة أود أن أسجل بطاقة امتنان لأبناء شعبنا في أينما حيثما وجدوا أقصد أبناء شعبنا العربي من المحيط إلى الخليج على امتداد هذا الوطن العربي الكبير الذي تشكل فلسطين جزءه القريب من قلبه حيث نبض هذا العالم العربي بكل ما يفيد من ثقافة ومن حضارة ومن وجدان نقي ينحاز دائما للحياة بكل معانيها الجميلة شكرا لشعبنا في العراق في الأردن في مصر في تونس في الجزائر في المغرب في الخليج العربي حيثما وجد عرب في اليمن العظيم نبع العروبة الأقاح إلى آخر بقعة جغرافية في هذا الوطن المبتد لنا لقاء أجمعنا في حلقة أخرى قادمة حتى يحين ذلك لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء